شفت الفنانين قالوا ايه على اللي عمله بيومي فؤاد ما شفتش تعال الهام سعيد قالت له انت احترمت جمهور المسرحية لكن ما احترمتش ليه الفلسطينيين والمؤلف عبد الرحمن كمال قال ايه اخسارة انت لو كنت عيادت للجمهور وقلت لهم يا جماعة احنا منحب الفلوس وجينا عشان قطر الفلوس وياردت زودنا الفلوس كان زمان الجمهور انبسط وسقف وسدق المخرجة كامل ابو ذكري قالت له هو انت ما تعمل عمل يكتب ويتحضر ويتعرض للناس في ثلاث ايام وتاخد عليه الاف الدولارات ده كده بقى فن انا ما شرفنيش اللي انت تكون زمين ليه ولا الفن اللي بتقدمه يشرف الفن المصري الموزيحة مفيدة شيحة بتقوله فكهة ان احنا نتخاني ونهزق بعض بره البلد ده يقلل مننا وقتكن فاكر ان الناس ما سقفتلك انت كده بتلبطن المخوار والفنان اللي ابن اوانس بتقوله استاذ بايومي اولا انت متعملش بروفات وبتطلع المسرح وانت لابس الاربيس انت بتتكلم عن اي فن انت مهرك في هذا الموقف فلتصبت ارجوك والمخرج محمد العدل كاتب الرخص كما يجب ان يكون وانجي علاء كتبته وقيتله الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس وحسس بيهم وبيعبر عنهم انا بريئة من العبس اللي بيحصل ده والفن ارقى من كده بكتير وتامر امين بيقول لمحمد سلام اوعى تقلع علي رزقك لان رزقك بيد رب العباد مش بيد العباد وفاة امر بتقول ان السوشال ميديا هي صاحبة الفتنة الكبرى في الازمة بين الاثنين وعمر اديد بيدافع عن بيوم الفواد وبيقول عنده قصات يا سيدي بقولها لك علي بلاطة اهو يقعد في البيت يعني انا كي اغتنعت